عادة ما يتم ربط فصل الشتاء بزيادة الوزن وتكون التساؤلات حولها أسباب حرق السعرات أثناء هذا الفصل عشان نتعرف على أسباب زيادة الوزن في فصل الشتاء أرحب معاكم مشاهدين بضيفتنا الدكتورة مريم عرب أستاذة في علم الحركة والإعاقة مسي عليك بالخير دكتورة مريم يا حلا وسائل النوار والنشاط الدكتورة يعني هذا موضوع يمكن كلنا نفكر فيه ليش بلش تناكل زايد وما نقدر نحرق ونكسب وزن المشكلة وما ندري شنون نقدر نحافظ على وزننا في هذا الفصل حلو مني أنه فصل الشتاء يصير عندنا يعني ما شاء الله في مجتمعاتنا اللي هو هيومن هايبرنيتين أنه إحنا يصير عندنا بيات شتوي في هذا الفصل مفروض مو حقنا البيات الشتوي حق نعرف منه الدببة أهم اللي يسوون هالشي لكن للأسف من البرد اللي هي إنا سير يتكسلون الناس كلهم يدفون نفسهم ويدفون نفسهم بشنو أكثر شي بالأكل وهذا أكبر غلط أكلك المفروض نفس الشيء صيف شتاء يعني إذا حسيت بالبرد القارص المفروض تدفع عدل نزل وبعدين أروح أمارس أي رياضة الرياضة أحسن طريقة للتدفئة الطبيعية رياضة تدفي؟ تدفي لأنها ترتفع درجة حرارة إش لما أنت تمارسي الرياضة؟ يعني إحنا في فصل الصيف لما نمارس الرياضة في الحر شي سوي جسمنا يبدل جهد قوي علشان لا ترتفع ويد درجة الحرارة لأنها حر فبالتالي هم تحرقين أكثر وأكثر بالشتاء العكس لأن درجة الحرارة يعني منازلة ويد فبالتالي ما يريد أن ترتفع ويد درجة الحرارة فيحافظ عليه فشفت الشفرينغ هذا رجفة 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 هذه أيضا الجسم قاعد يحاول يدفي الجسم نفسه فعشان شذي إحنا نمتعد عن الأكل وهذه الطريقة جدا خاطئة أكل لشتا دكتورة مريم يعني نقول عنها لذيذ يعني ومع أن أنت المفروض أنت مثل ما تفضلتين أكلنا صيف يشتا واحد بس بلشتا تطلع أكلات معينة خاصة به الفصل فإحنا لأننا قاعدين وقاعد مثل ما تفضلتين بندفي عمرنا بهذا الأكل الدافع عشان نحس بالدفع وإحنا قاعدين ونفترض أن معدل الحرق عندنا واحد وثابت لكن البعض يقول لك حتى لو أنا قللت أكلي أو يعني راقبت أكلي أحس حتى وزني مقاعد ينزل أكيد تدري ليش لأننا ما قاعد نتحرك ويد في فصل الشتاء ناكل أكثر ونتحرك أقل فأنا لازم في نسبة وتناسب ما ينصير أنا أكل كميات كثيرة من الكالوريز وأنا قاعدة وما قاعد بهالشي راح يبطع عملية الحرق عندين إحنا لازم نتحرك أول شيء الأكل شنو أكلنا فيه أنواع كثيرة من الأكل لازم نركز عليها بالإشتاء عشان تعطينا الدفع تشبعنا بسرعة عندك البطاطا الحلوة سويت بوتيتو فيها ألياف كثيرة فيها السويت اللي إحنا نحتاجها لأن الأسف إحنا نما نتجمع خاصة مع الأهل والربع نتجمع على الأكل والأكل الحلو يأكثر الحلو بالإشتاء ونحن لا نحس بنفسنا نتلاقي أننا نأكل ألفين كالوريز وأنت معرفة أنت دششتي في جسمك ألفين كالوريز فأنتبهي خلناك الأكل طبيعي سويت بوتيتو وايد مفيد فيه بوتاسيوم فيه فيتامينز فيه معادن هذا كله وفيه ألياف تشبعك تحسين بالشبع عندنا التمر إذا تبتحلين قهوة عربية التمر وايد زين يعطيك طاقة يدفي جسمك فيه ألياف فيه فيتامينات فيه مواد غذائية كثيرة وتعطيك طاقة أنك تمارسين رياضة وإذا تمارسين أي حركة يعني بس ما نكثر يعني ما نقول يعني ما حط التمر وقعد أخذ رحتي فيه أخذ رحتي غلط عندنا أيضا الفواكه نحن نحتاج بفصل الشتاء تعرفين نزلات البهرد بسرعة يعني خاصة هالفصل صحيح ويد ناس قاعدت عانوا من الفلو وغيرها فإحنا نركز على اللي فيه فيتامين سي البرتقال الليمون الجوافة الأفندي الأفندي البيريز كل أنواع البيريز اللي فيها أنتي أكسيدنت العنب الأحمر هالأشياء هالي أركز عليها الخضروات الورقية آكل خضروات الورقية فيها أنتي أكسيدنت ما قاعد ناكل ناكل أيضا الكابج اللي هو الملفوف البروكلي في فيتامين سي كثير أركز أسويلي شوربة شوربة غنية في المعادن والمواد الغذائية شوربة خضرة شوربة دياي تقويني تبعد عني الأمراض الفيتامين دال إحنا دايما بالبيت مثل ما قلت ما قاعدنا تحرك ما قاعدنا تحرك ما قاعدنا الشمس تهبل تينانا الحين الجو بارد طلعوا يبارد خليت حوشة الشمس 10 دقائق إلى 15 دقيقة وينيد فيتامين دال أي وقت دكتورة حق يعني إذا بأخذ بيتي من دال يعني الساعة 10 شحالات الجو أوكي يعني لا تروحين لما تكون الشمس وايد حارة ساعة 12 وحدة قوية الشمس فروحي على الساعة 11 10 بعد الساعة 3 حلوة تكون الشمس مو حامية عليك شحالات الحديق اللي حين طلعوا وتحركوا لأن الفيتامين دال في فصل الشتاء إحنا ينقصنا نعم لأننا ما قاعدنا نتعرض وما قاعدنا ناكل عدن إذا ما تريد أنت تطلعين زين بيتامين دال من أخذه زين الأسماك ما ناكل الأسماك السردين السلمون التونة الطبيعية مول المعلبة الطبيعية أسويها مشوية وأكلها مع خضار فيها بيتامين دال البيض الصبح التريق الريوق صحي مفيوح كل هذا يعوضني عن بيتامين دال زين دكتوران بذكرتش يعني أطعمة كويتية وايد تر مشهورة فضرت الفصل اللي اشتها عندنا النخي والباجلة والهريس واليريش ممتاز زيني يعني أنا النخي والباجلة والهريس واليريش ممتاز بس أنتبه ما أحط عليه قفشة زيت يعني إحنا ساعات الشيء healthy هو بس إحنا نخربها في الإضافات اللي نحطها فنبتعد عن الإضافات اللي فيها دهون وغيرها يعني الدارسين أحط دارسين بس مو وايد شكر مثلا على الهريس وايد يحطون فيها السكر ومع اللذة ويطحنونه يجب أن أحط أكثر دارسين لأنه الدارسين وايد زين يدفيني أفضل شيء هو الدارسين بالشتاء أسوي شراب مثلا الدارسين مع التفاح أصير التفاح وايد زين يقويني ويمنع عني النزلات المرضية يعني الحين خيارات الأكل الصحي وبنفس الوقت يدفيه صارت شنها أكثر من الأكل اللي إحنا قاعدين نحطها أكثر في يمعاتنا وزواراتنا يعني ممكن عطيتنا فرة على أطعمة ممكن إحنا غافلين عنها ممكن هي تتاعدنا في فصل الاشتاء الآن لو ننتقل للرياضة في ناس تكسل تسوي رياضة في فصل الاشتاء بحكم أن الجو بارد في رياضات تنصحين فيها دكتورة في حالة الأشخاص ما يقدرون يطلعون برا يمارسون رياضة يعني هل ممكن أمارس رياضة في البيت أكيد وتكون مفيدة لي إي 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 إحنا دايما نحط عدار ما بيروح ما عندي وقت أو برا برد برا برد وهوى لا ما عندي وقت لا عندك وقت مو معقولة يعني أنا وائد مشغولة لكن ما هي للساعة ثمان أخلص شغلي أكون خلاص انتهيت من أشغال للساعة ثمان عندي ساعة زين وأنا بالبيت ممكن أنا أستغل للسلم الدري أحط حق نفسي خمس ساعة دقيقة راكضة نازلة السلم مش حالاته يعني ما في شو يحرق سعرات حرارية أكثر تروحين أي نادي حاطلي لجل جهاز هذا ما للسلم طيب عندش بالبيت سلم جاهز سلم جاهز أو مثلا أنا أحب الترمبولين البرسنال ترمبولين الصغير هذا ممكن أنا أحب النط رياضة القمسة هذه من أجمل الرياضات الهوائية عندي أخلي مثلا خمس دقائق أنط بعدها أمسك الحبل الحبل هم أنط في خمس دقائق إذا أنا أغير ممكن لترمبول إذا عندي جهاز ترمبول إذا أنا ما عندي وقت لا أقول لا في بعض التمارين السريعة اللي شدة عالية مثل اللي هت يسمونها خلال 20 دقيقة أو 15 دقيقة أنا ممكن أمارس شدة عالية من الهرولة من الجوغين من الجري ممكن أحرق سعرات حرارية كثيرة وهذه أهم يعني يصير عندي وقت واشاء لا أقول والله ما عندي 30 لا 20-15 دقيقة جري تقدرين بالترمبول أو مثل ما قلنا النط أو ماشي السريع إذا أنت حاب المشي السريع أو البيسيكل الثابت اللي عندي دراجة ثابتة بالبيت ممكن أمارس رياضة عندي option أو مثلا يعني أحط أي شريط زومبا سلسة أي رياضات طبعا زومبا هي نوع من نوع الرقص الرياضي صح فأحط وقعد بالبيت إذا أنا محبة أطلع برا إذا كان الجو بارد لكن أنا دائما أفضل أقول الجو بارد حلو استغلوه يعني ترى نما تطلعين برا بالممشى الهوى لما ييلش هذا فيه مقاومة طبيعية أنت قعد الجسم قعد يبدل الجهد أكثر يعني هذه فايدة الرياضة الخارجية تبدلين وبعدين الممشى غير على التردمل الممشى ساعات فيه بمبنج شوية مو مستوية هذه شغل عضلات ثانية أيضا في جسمك تبدلين جهد أكثر وتحرقين أكثر والجو والأفرش خاصة إذا كان في حديقة أكسجين أكثر أحسن من البيت لازم فيه نصايح دائما أقولها دائما تشربين الماء إحنا في فصل الشتاء ما نشرب ماء ننسى شيء اسمه ماء على بولنا برد فما تحسين بالعطش فأنا ما أقدر أروح أمارس رياضة وأنا جسمي في جفاف فتشربين ماء قبل ممارسة الرياضة بنص ساعة على الأقل قلاسين شربي أثناء الرياضة وانت تمشين وانت تماشين بالخارج أو الداخل ما عاش بالأيضا بوتل أوف ووتر تشربين الماء خلال الرياضة أيضا وبعد الرياضة أيضا تشربين الماء لأننا نبدل جهد وفي عرق ممكن أنه يتصبب منه فبالتالي نحتاج أنه يصير في إعادة هل إترات الماء تفرق في الشتاء أو الصيف يعني الصيف كل الأوقات أنا أقول أي يعني ما يفرق لأنه لازم تشكل زائد دائما دائما الماء في الشتاء الصيف أنت تشربينه خاصة لما تمارسين الرياضة قبل أثناء بعد لازم نركز على هالشيء عشان لا يصير فيني جفاف أو أفقد وائد معادن وأملاح من جسمي فهيصير تعويض عندي في شرب الماء لما أروح أمارس الرياضة بره ما ألبس الجاكيتات وائد وبعدين صعب أني أفصخها لأنه في ناس ترى حسبها لهم برد فيلبسون طبقات من الملابس وبعدين أما يمشون يحسون بخنقة ويتعبون يصير فيهم هبوط على ما يفسخون اللي هو طايع فأنتبه الحين في ملابس ما شاء الله يعني في المحلات الرياضية على مستوى علمي مدروس أن تلبسين طبقة دفيج حتى صحيح وسهل أن تخلعينها هذا الشيء أيضا يعني هذه النصائح اللي أتمنى لما تطلعون بطن في بالكم ونما تطلعون ما تطلعون على بطن خالية دائما أقول أكل وجبة خفيفة ما تبين وجبة كبيرة تمر أو موز الموز فيها بوتاسيوم فيها فيتامينات تعطي شيء قوة طاقة قبلها بساعة وبعدين تمارسين الرياضة وبالنسبة لكبار السن دكتورة تفرق الرياضات بعد لأن يعني دائما خلال لقاءاتنا مع عاش دكتورة يعني نشجع كبار السن نطلعها ويمارسوا الرياضة بلجته هم نخاف عليهم يمكن يعني مثل الأطفال أن يعني لا يتعرضون للبيرد يمكن يكون إذا حشدتوا مثلا لفحت هوا يطير يعني تبعاتها يعني صحيح أكبر عليهم كبار السن رياضاتهم تختلف في الشتاء دائما رياضة الكبار السن يكون أخاف شدة لهم مثل رياضات المشي الخفيف المشي المتوسط الشدة وليس عالي ممكن أنه و هو بالبيت قلنا يمارس عند البايسيكل إذا عند البايسيكل ممكن دراجة ثابتة خفيفة يكون بس لا يبتعد تماما عن الشدة العالية السباحة أفضل رياضة للمسنين خاصة ما شاء الله في الأندية الآن كثير من الأندية تلاقيين في أجهزة داخل الماء يمكن يمارسها في ترادمول في دراجة في تمارين أيروبيكس يمارسها تحت الماء وهذا أفضل لكبار السن لأن الضغط يكون أقل تصير على المفاصل لأن تعرفين كبار السن يعانون من ألم في المفاصل عندهم التهاب في المفاصل عندهم كثير من الأشياء في مفاصلهم فأتمنى يكونون في تحت الماء يكون الضغط أخف ويمارسون الحركة تصير أسهل لهم ما يحسون بالتعب ولا يحسون في الألم فرياضة السباحة هي رياضة الجميع أنا دايما أقول ويكون ينتبهون يكون ما يدافي ما يطلعون ويحوشهم هواء يكون في مكان مغلق إذا كان في البيت أو النادي ينتبهون على نزلات البر عشان ممكن الشخص يستقل فصلة لشتة خصون فصل لشتة عندنا هنا نوع ما هو قصير لكن يمكن الكوارث التي تصير التي نسويها فينا الخرابيط التي نسويها باللشتة تصير أكثر فيقول الناس لدينا فصل الصيف طويل ويحنا كنا متابعين أكلنا لشتة يصير هذا الخلل ونكسب وزن فترة قصيرة وصعب أننا نخسر هذا الوزن هل هناك بعض الأطعمة التي تساعدنا على خسارة الوزن بالشتة حلو شوف في أغلب الدراسات تقول أن معدل الشخص الطبيعي يزيد بفصل الشتاء 4 كيلو 4 كيلو في هذا الفصل الشتاء يزيد أغلب الناس بالأسواب التي قلناها لا يتحركون ويعكلون أكثر ففي بعض الأطعمة التي تساعد على زيادة حرق السعرات الحرارية الشاي الأخضر من الأشياء التي أنصح فيها خاصة أن جونا بارد أشرب شاي أخضر لا أكثر معتدل كوبين ثلاث أكواب أحط رشة ليمون عصرة ليمون أو ملعقة العسل إذا لا تحطون شكر وعيد ناس لا أشوف الفائدة راحة الفائدة دائما أشرب الشاي بدون السكر لا تضيف السكر إذا تبي طعم شوية حلو وضيف عسل طبيعي يساعد على زيادة معدل الحرق عندنا عندنا الزنجبيل أيضا الآن الجو يحتاج تحط حليب قليل الدسم مع زنجبيل أو تبي زنجبيل وتشربينها مع العقة عسل نعم يعني دكتورة بالنهاية النصايح كلها اللي عطيتين إياها يمكن بلشنا في نظام غذائي صحي وشنو الأطعمة اللي ممكن تجنبها في فصل لشته وشنو الأطعمة والرياضات اللي تساهم لعملية الحرقة تكون أسرع صحيح يعني نتمنى نتمنى إن شاء الله الكل يقتدي في هذه النصايح ومه حد يكسب وزن في هذا الفصل لأنه مثل ما قلتين فصل معنا صغير لكن كسب الوزن فيه سريع جدا فكل الشكل تأكيد دكتورة مريم عرب استعدها في علم الحركة والإعاقة على هذا اللقاء إن شاء الله الله حيانا وشفنات في فصل الصيف نكون نحن على الأقل حاضين على الوزن إن شاء الله شكرا على الاستضافة حياة الله يا دكتورة وبتدي يكون ختاب همسك مع الدكتورة مريم نحن في بداية الويكند ندري إن اليامعات والزوارات سيحلة فيها الأكل والجوائد حلو لكن ننتبهوا على أكلكم وتدفوا عدل وإن شاء الله تكون نهاية أسبوعكم جميلة عليكم كعوايدنا نطل عليكم في بداية الأسبوع في موعدنا المعتاد من الساعة تسبوع لغاية ساعة وحدة أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة أستعلم